نحن رحمن الرحيم نعرض للتتكلم عن دائرة جدا من دولة كنترول لكن نستمدل فيها معارضة أمصرية المهتمين جدا هو أمصر الرلية و أمصر المستويش المستوي التطبيق بتاعنا عبارة عن محركين يبتد المحرك الأول يشتغل فترة زمنية معينة ويكون عن طريق الزمن برسيا وعن طريق التايمر T1 و بعدين بيشتغل الرلية يعد وقت أو فاصل زمن يقبل شغل المحركين و هذا يكون التايمر T2 وبعد كده يشتغل الموطور الثاني لحد شرطة معينة الشرطة يتميز الإزاحة مكانية أو مسافة معينة يميزها للمنتسوطة و يرجع تاني شغال الموطور الأولي من جديد عندما نضغط على مفتاح التجويل لإسمه T2 يشتغل الموطور الذي كنت اختبته اسمه T1 و يشتغل مع الطايمر و تشتغل لومة البلد الخاصة بالمحرك الأول يتعد الوقت بعد أن يتخلص عد الطايمر لأنه T1 من النوع الذي هو ذات المحرك و ثم نضغط إ spelled عندما تغفل una هيبunge تضغط النقطة و هناك نقطة التجويل ه letting me dial و vest依P لكن في نفس الوقت هذا المتحدث إلي盏 يعمل مع الطايمر تاسمه T2 وهو ده يعتقد الوقت الوقت و ووقت الوفق سلتى تعمل تايمر ليه اشتغل المطور اللي الكنتاكتور بتاعه اسمه K2 بيفضل شلال حتى ما بيوصل بالحمل بتاعه للمكان معين المكان ده بيتميز عن طريق Limit Switch او مفتاح نهاية شغط او مفتاح نهاية مشوار دي نقطة المكبولة بتاعته فبتفتح بما متفتح بتفصل الكنتاكتور K2 فبيوقف المطور التاني بس في نفس الوقت بترجع المطة دي المطة دي في نفس الوقت المطة دي من نفس Limit Switch اللي اسمها ال S1 بتعوض هذا المصارف وبالتالي بيشتغل المطور اللي الكنتاكتور بتاعه K1 من جديد بيتفصل حتى لو فصل النطة التعويد الليها 13-14 بتغضل معها لما بدا بيشتغل بيشتغل مع التايمر وبعدين بتتكرر نفس السيكل بحيث ان بالشكل النهائي بيكون المخاصل في الدايل بتاعته ان المطور اللي بيشتغل زمن وبعد ما بيخلص بيكون فيه وقت دليل زمني اللي هو بيميزه للمة الميانة الصفرة دي وبعد ما بيخلص مشتغل K2 لحد ما كان معين وعدين بيتفصل وترجع السيكل تتكرر من جديد دي الدائرة النظرية نشوف الدائرة العملية معها دي الدائرة العملية للطبيعة اللي احنا قد نتكلم عليه ده ال Contactor K1 وده ال Contactor K2 ده خاص بالمطور الاولاني وده خاص بالمطور التاني دي لمبات البيانة اللي بتشتغل مع المحركين اللمبة مع مطور الاولاني ولمبة مع المطور التاني دول اتنين تايمر اللي احنا استخدمناهم تايمر T1 والتايمر T2 العنصر الجديد الاولاني هو اللي استخدمناه ومعاه لمبة البيان الخاصة بالانتظار وعندنا العنصر الجديد التاني هو المفترض لما هنشغل دلوقتي هيشتغل المطور الاولاني لزمن معين وبعدين هيتفصل وبعدين هيشتغل relate